نعم أنتم كنتم وزيرة منتدبة في الشؤون الخارجية وأكيد أنكم تتابعون السياسة الخارجية والداخلية مؤخراً يعني سلك الرئيس التونسي سلوكاً أرعناً فاجأة الكل بحكم أولاً معرفتكم بالمجال الديبروماسي وأيضاً بمعرفة القادة الأفارقة والعرب كيف تقرأون هذا التحول الجدري في سلوك الرئيس التونسي الذي ارطم في أحضان نظام الزازائري العدو الشرس ضد المغرب أولاً أشكرك لهذا التقديم وأشكرك أيضاً أن بداية اللقاء تبدأ بالقادية الوطنية وهي قضيتنا الأولى جميعاً فعلاً ما وقع مؤخراً هذا التصرف الرئيس التونسي هو شيء جد مؤسف مؤسف أولاً لأنها سابقة حقيقة من بلد شقيق بلد كنا دائماً نعتبره ليس فقط شريكاً أو جاراً ولكن هناك علاقات تاريخية قوية ما بين شعبين ما بين ملوك المغرب والرؤساء السابق لتونس علاقات مؤسساتية، علاقات اقتصادية، علاقات اجتماعية ثقافة أيضاً مشتركة لدينا عدد من طلب المغاربة الذين يدرسون بتونس وعدد من جارية تونسية مهمة التي تسكن بالمغرب إلى درجة أن هناك أيضاً عائلات مكونة من تونسيين ومغاربيين إذا صح القول وبالتالي هذه سابقة حقيقة نددنا بها جميعاً ندد بها جميع المغاربة ولكن في نفس الوقت يمكن أن ننتظر مع الأسف هذا النوع من المواقف وهذا النوع من التصرفات من طرف الرئيس التونسي اللي شفنا كيف غير الدستور مؤخران وأيضاً شفنا العلاقات توطرات الحضرة داخل تونس ولكن في نفس الوقت ننتظر مع الأسف هذا وننتظر في بعض الأحيان أكثر لأنه ديبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة صاحب جلال نصره الله حققت مكتسبات كبرى ويمكن نعترف بها ونفتخر بها بدأت منذ سنوات لأن المغرب وصاحب جلال نصره الله كان دائماً يعرف مدى أهمية القضية الوطنية عندنا كاملين ولكن أهميتها عند الشعب الجزائري ضداً في المغرب وعند الحكومة الجزائرية خصوصاً وليس الشعب الجزائري النظام الجزائري ضداً في المغرب وبالتالي يجب دائماً أن ننتظر من الخصم أن يكون دائماً شرساً كل ما حققنا مكتسبات مكتسبات عدة الحمد لله نرى اليوم أكثر من 30 قنصلية التي فتحت أبوابها ما بين العين والدخلة نرى أيضاً الاعتراف الأمريكي الصريح نرى أيضاً موقف إسبانيا الصريح نرى موقف ألمانيا أيضاً نرى أيضاً موقف الياباني الصريح مؤخراً الذي لا يعترف بالجمهورية الوهمية نرى عدد من الدول الأفريقية التي أيضاً أعطت الموقف ديلها خلال المنتدى التي كان في تونس سيد الرئيسة يعني هذا الكلام يقوله كل السياسي ولكن المغربة بيعرفوه لماذا؟ ما السبب؟ هل ربما قصور السياسة الخارجية؟ ما السبب الذي جعل الرئيس تونسي يعني يخرج عن ما هو مألوف عند الرؤساء التونسيين السابقين؟ نحن المغربة بحترل الحالة ما السبب؟ أظن أن السبب ليس هو اقتصادي سياسي لا أظن أن السبب تقسر من المغرب لأن المغرب كما قلت الحمد لله هناك مكتسبات عدة التي قمت بها الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الملكية ولكن نحن نعلم أيضاً أننا نعيش في محط جهوي إقليمي دولي متغير هناك ضرفية اقتصادية جد سعبة يمر بها العالم نعلم أن تونس منذ الربيع العربي لم تتمكن إلى حد الآن من الوقف على أسس جد صحيحة مشاكل سعبة داخلياً ضرفية جد سعبة اقتصادياً نعلمها جميعاً ضرفية أمنية أيضاً جد سعبة وبالتالي تحقيق الأمن والاستقرار الذي ننعم به في المغرب والذي بين قوسي الحمد لله رأى مكتب جد كبير يجب أن نفتخر به وأن نعلم بأهمية المكتب للأمن والاستقرار اليوم المستثمرين اليوم الشركاء الدوليين يقلبوا على دول وعلى مناطق التي تنعم بالأمن والاستقرار وهذا مكتب كبير للمغرب يجب الحفاظ عليه